بعث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي برقية تهنئة لوزير الداخلية محمود توفيق لمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين الذي يوافق يوم الخامس والعشرين من يناير لهذه المناسبة التاريخية أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود مؤكدا أن هذه المناسبة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل والذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني